أهلاً أهلاً وسهلاً على القناة، اليوم أخيراً صار عندي الأوبو Find X2 Pro مثل ما رأيته على الإنستغرام طبعاً أنا عملت لكم صورة منه أخيراً قدرت أجيبه وصار فيني أعمل عليه فيديوهات أعرف أن هذا التليفون منه جديد، ولكن بالنسبة لعلي أنا صار لي زمان عم بحاول أجيبه وأخيراً صار موجود معي اليوم بدأ نشوف كل المميزات الحلوة عن الأوبو Find X2 Pro بعد أن صار لي عم بستعمله تقريباً ثلاثة أيام يلا أنا طارق، شكراً جزيلاً على كل الناس لعملوا اشتراك، دعونا نبدأ الفيديو اعملوا لايكوا وسجلوا على القناة حتى دائماً تعرفوا لما نزلكون فيديوهات جديدة هذا هو التليفون، الأوبو Find X2 Pro صار لي زمان عم حاول أجيبه وأخيراً وصل وما بعرف إذا أنتم كمان شفتوا عليها فيديوهات زيادة بس أنا كثير متشجع علي له التليفون ومبسوط أن نوصل على البيت رغم أنه أنا صار لي فترة معي الوان بلس 8 Pro ومثل ما عملتكم الفيديو من قبل وحنعمل مقارنة بين بيناتهم اتناياتهم الآن بعد قليل الكاميرات الموجودة هنا تقريباً مثل الوان بلس 8 Pro وعندنا 48 ميجا بيكسل كاميرا وعندنا التليسكوبيك كاميرا موجودة لفوق هذه الشيئة مختلفة عن الوان بلس 8 Pro غير هكي الجلد الموجودة هنا جلد تقليد مسميينه vegan leather معمول عليه كمان اللونه أورانج هنا وعنده شوية كيف تقدر تمسكوه لكن الحلاوة فيه أنه لا يبين عليه البصمة لذلك كثيراً نظيفاً كلمة Oppo وعندنا هون اللون الذهبي موجود حواليه كله للتليفون لفوق لدينا واحد منهم الميكروفونين والتعول الانترنت موجودة على اليمين لفوق هناك على الشمال موجود لدينا الوليوم راكر لفوق وتحت ومعنا شيء ثاني لتحت لدينا مطرح ما نضع الكروتي لتليفون الميكروفون ويو اس بي سي واحد منهم للسماعات سماعتين موجودة لفوق لتعطينا ستيريو سبيكر مع دولبي أتمس الفينجر فرينت موجود تحت الشاشة مثل ما رأينا بالتليفونيات القديمة وهذا ما أعتبر أنه سيكون أحسن تليفون موجود منهم لأوبو بالأسنة 2020 لأن الحاسوب الموجود بقاله هنا الانترنت السناب دراجون 865 عندي 12 جيجا بيت للرام و 512 جيجا بيت ستوريج معناته ما نحتاج شيء لنضع عليه ما لدينا اكسباندابل ستوريج بس على القليل كل شيء يمشي حلو الشاشة الحلاوة فيها كمان أنه هي 6.78 بس الحلاوة فيها أنه تكون QHD و 120 هرتز على نفس الوقت معناته نحن نستعمل التليفون سرعة الشاشة كيف تقرب من يمين لشمال هي كتير كتير منيحة دورت الأب ترور هوني كمان حتى نقدر نتطلع فيها مثل قبل أنا حاببها كثير وحاطت كمان الدراجون بول مثل ما ترجعكم من قبل هوني عندنا كمان الفيز انلاك غلينا نحطها قدام وجه ونقدر نقلبها مثل ما ترون هنا كمان نسحب من فوق لنفتح النوتفكيشن عندي الدارك مودة مدورها عندنا الونهندد مودة مثل ما نقدر نفتحها من قبل ونكبسها هنا بتزغر الشاشة وتقلع كتير منيح سأستعملها بإد واحدة إذا نظهر على السيستام كله الذي لديه موجود مثل ما رأيته من قبل نفوت على رغم الشاشة نقدر نزبطها أننا نعملها على المزبوط مثل ما نحن بدناها مثل ما ترون هنا أنا عمل لك اللون طبعه على الفيديو عندنا الـ QHD 120 هرتز وعنا 240 تتش ساملنج معني تلما ندقر الشاشة تعمل كتير منيح بتتضع أصبعنا بسرعة وغير هكي مدور أنا كمان الـ Ultra Vision Engine هايدي بتساعدنا أنه تضبط الألوان بالقلب الفيديو مثل ما تشوفوني على الشمال على اليمين بتقوز صورة خاصة بالـ HDR Video Enhancement وغير هكي لما عم نلعب فيديوهات بتقدر تسرع الفيديو لتمشيه صوت مثل ما خبرتكم لدينا أيضا Dolby Atmos يمكننا أن نضبط عليه وحلو كثيرا أن نسمع عليه الموسيقى بالسماعات أيضا على البلوتوث ويمكننا أن نستعملها مثل ما ترونيكم Oppo Find X2 Pro Android 10 ColorOS 7 في حوصلة 1 12 GB على الرام 512 GB بألبو لا يمكننا أن نزيد عليه ستواجه لذا يجبه يجبه أكتر شيء فيك Snapdragon 865 موجود بألبو لدينا 2 SIM card مستعمل واحدة هنا في أمريكا وعندنا 4G LTE موجودة غير ذلك كل شيء يكون مثل ما تستنظروا منه لهذا التريفون سيكون يمشي كثير منيح الشاشة كثير قوية كثير سريعة يمكننا أن نفتح الانتفاق يمكننا أن نستعمل One Handed Mode Night Mode Oppo Share الـ Assistant Ball كلهم موجودة وهنا أيضا الـ Assistant Smart Assistant الموجودة والحركات لدينا أندروي 10 موجودة ومشي كثير منيحة عندما نظرها الكاميرا مثل ما تركم بالقابل لدينا الكاميرا الواسعة الكاميرا العادية يمكننا أن نسجل 4K 60fps من الكاميرا الأساسية الموجودة وراء وغير ذلك أيضا عندما نفوت عليه للفيديو لدينا أيضا Ultra Study موجودة الآن أنا أقوم بعمل على 4K عندما أدور Ultra Study الموجودة تدور وتنزل إلى 1080p ولكن يصبح عليها Stabilization كما نستعمل Gimbal على التريفون إذا ألبت من العادة لدورها على البرو تستعمل الكاميرا الواسعة ونستطيع أن نسجل عليها وعليها Stabilization لا يوجد لدينا 4K 4K موجودة عندما نسجل الفيديو ونستعمل هذه يجب أن نضيفها ونفوت دغريع هنا ونستطيع أن ندور Live HDR على الشاشة حتى تطلع الصورة مثل ما نمح سيطلع الفيديو وتطلع بالصورة وغير ذلك يمكننا أن نفوت على الفيديو ونعمل 4K 60fps ونستطيع أن نقوم 10ATP دعنا نقوم ونفرحكم تقريبا مصره من الفيديو ومن وراء ونرى كيف يطلع الصوت من هذا التليفون بدأت أول بالكاميرا الموجودة ونستعمل UltraStudy UltraStudy Pro يمكننا أن نعطينا الكاميرا الواسعة ونستطيع كيف نستعمل الكاميرا العادية إذا لا نستعمل البرو الشيء وحيدي من أن أنني سوف نستعمل الجمبل للتليفون الصوت سيكون جيد وخاصة إذا نستطيع أن نتمشى فيها لا تستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الصوت سيستطيع مصبوط هناك حوالي قليلا عصافير ونرى كيف 4K 60fps لأن هذا الفيديو الآن 10ATP دعنا نقوم على 4K 60fps قلبنا على الكاميرا الأساسية موجودة وراء لدينا الوايد لأن نستطيع 4K 60fps ولكن نتذكر أن على أي الممكن أن نستطيع هذه القوة لأن الصوت سيكون منيح ولكن لدينا فرق بين التقليل التي كانت من قبل خبروني وماذا يقوم بالصوت من الفين X2 Pro خاصة إذا نستطيع 4K 60fps آخر نقلب على الكاميرا الأساسية ورغم أن الكاميرا على الكاميرا لا نستطيع أكثر 1080p 30fps هذه معمولة بثلاثة ربع التلفونات التي نرى إن شاء الله بالمستقبل سوف نعطونا تجديد أو تجديد لأن نستطيع أن نستطيع الكاميرات على 1080p 60fps أو 4K 30fps الكاميرا موجودة والكاميرا قوي يجب أن يكون لدينا طريقة أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع ماذا رأي في الفيديو من قدام وخاصة من فجراتكم وكما نبين أن الصوت وصورة ستكون كثير منيحة رغم أن لا لدينا 4K 30 على الكاميرا الأدمانية وما لدينا 8K رغم أن 865 يستطيع عملها إن شاء الله يستطيع أن يعطونا هذا الشغل منكم بالمستقبل لكن دعنا نجرب الهاتفان الموجودين على هذا الهاتفان مثل ما لديكم الهاتفان لدينا واحد فوق واحد لتحت ستيريو ندور أنا الآن الهاتفان على الأخير حين ندوره على الأخير سنلعب غنية جامبو منه لألكس كريندو عليها من NCS مع لها كابيرايت الصوت كثير منيح وعنده باس موجود عليه رغم أن مع سماعات كثير عاليين سيكون مميح لأن نسمع الموسيقى عندما نلعب الألعاب وغير هكذا لدينا شغلات نعملة خصوصية عندما ندور الألعاب لأنت كما تعرف أيضا أنا صغير باللعب بلعب بلعبة PUBG Mobile وليس أحب ألعب على أي الموسيقى دعونا ندورها هنا عندما ندورها نرى أن Game Mode تنظيف المميوري الموجود عليها يمكننا أن أسحب من الإرن للفوق يمكننا أن أقوم رغم صورة ونستطيع أن نرى البطارية ونستطيع قوة اللعبة دعونا نضع الصوت لأن أصبح آخر ونستطيع ونستطيع ونضبطها تحت الزيطان ونستطيع تحت الزيطان كما ترون ونستطيع 60 فريم سيكون جيدا وخاصة أن ندور AI سيذهب جيدا دعونا أعجبكم الآن مصر للعب كيف PUBG تلعب عليه هذا التليفون التصوير انتظار الوحيد 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 الذي أعرف الكثير من الناس ستبدأ تتحدث أنه خاصة هاتف التليفون إثنين هيدا Opus Find X2 وهيدا OnePlus 8 Pro إثنين لديهم مميزات بأن تكون نفس شي بين triff على QHD دعنا ندور الابترور ونفتحها هكذا لأفاق، 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 وكل شيء يمشي مزبوط بالسرعة، بكل شيء مثل ما مستنظرينه وهذه الحلاوة فيها لكن هذه بتقريباً أين ما توقف المميزات التي تبدأ تمشين بعض بعض بينهم البطارية موجودة على الوان بلس 8 برو 4500 ونقدر نشريرها فقط من 30 واط هنا لديناها 4300 تقريباً، يعني الرقم قليلاً فقط من 4250 لكن نقدر نشريرها بال65 واط من 0% إلى 100% إلى 36 دقيقة هنا تأخذنا الساعة لندور من 0% إلى 130 واط الشغلة ثانية موجودة عليها التليفون، أنه من وراء هنا لدينا المادة مثل اللذي يسمعين لدينا البيغان ليدر لا لدينا اختيار للبيغان ليدر عليه هنا الشغلة ثالثة أيضاً، الوان بلس 8 برو لدينا ورده ليس لدينا موجودة الكاميريات الموجودة هنا، اثنيناتهم غريبة، لدينا أربع كاميريات موجودة هنا مع الكاميرا التي تقدر تشوفها عبر الشغلات الصغيرة، كما تشاهدوها بالأعلانات لدينا أيضاً أربع كاميريات، وهنا فقط ثلاثة، وعندنا التاليسكوبك كاميرا التي تقدر عمليها الزوم كثير قوية ولكن اثنيناتهم لدينا 48 ميجابيكسل الكاميرا الأمساسية، والواسعة اثنيناتهم يستعملون تقريباً كاميريات مثل بعض غير ذلك، الوان بلس لديه أيضاً الزر الذي يقدر نستعمله لنوقف الصوت ونطلع عليه، كما تشاهدون كما تشاهدون الـ Silent Vibrate، كما تشاهدون العادة هذه الشغلة موجودة فقط عليها للـ One Plus، وليس موجودة عليها للـ Oppo Find X2 Pro، ولكن عندما نظهر فيهم مضبوط أعتقد أن سرعة التشريج عليه للتليفون للـ Oppo Find X2 Pro بسبب أن تذهب من الصفر إلى المئة بالمئة بالمئة بتقريباً 36 دقيقة، تسبب أنه لا نحتاج كثيراً لنستعمل الـ Wireless Charging، نستطيع أن نشارجه لهذا التليفون بسرعة كثيراً، لن يحتاج الـ Wireless Charging، ولكن الآن نستطيع أن نشاهد أن هناك شغلات بينهم كثيراً كما أنهم يكونوا أخوة، لديهم شغلات تشبههم ببعض، ولكن لا كل شيء مضبوط نفس الشيء أنا أعتقد أن أظهر فيهم اثنائتهم ويعتبرون هاتفين مختلفين كثيراً عن بعض، رغم أن اثنائتهم لديهم الـ Android 10 موجود، لدينا الـ Color OS موجودة هنا على 7.1 هنا على Find X2 Pro، وعلى هنا لدينا Oxygen OS، إن شاء الله كلهم سيترددون، ويصبح لدينا الـ Android 11 على اليوم قريباً هناك الكثير من الأشياء التي تحب فيها لـ Find X2 Pro، الحلاوة فيها كثيراً خاصة أنه النظام طبعه كثيراً جيداً، لدينا الجلد الموجود للأورا، اللون طبعه، الضهبي والأورانج اللي موجود عليه أيضاً، الكاميرات الموجودة عليه كثير كثير منيحة، مثل ما أفرشيكم الآن، ترى الصور الذي أخذتهم اليوم، سنتمشي مع العائلة، كثير كثير منيحة، وليس هناك إشكال إطلاقاً، والفيديو مثل ما رأيته أيضاً، الفيديو منه كمان ماشي منيح، رغم أنه لا لدينا 8K معقول يقدر يزيدوها بعدين بالمستقبل، الحاسوب يقدر يعمل 8K مثل ما شفناه من تلفونات شاومي، من سامسون، وغير عدد شركات منزلين 8K عليه لهذا التلفون، اللي بيعجبني فيه أنه حلاوة أنه السرعة التشريج عليه من الصفر إلى المئة بالمئة، بتسبب لأنه ما نحتاج الـ Wireless Charging، ما منحتاج أن نتطلع فيها لأنه التلفون بيدور بسرعة كثير كثير، فيه عنده مميزات بتشبهه كثير فيه للـ OnePlus 8 Pro لما منتطلع على الشاشة، بس بأعتقد هذه هي المميزات أين بتوقف، الكاميرات مختلفة شوي، الطريقة اللي بيستعمله كمان التطبيق تبع الكاميرا غير الأنوان تطلع حلوة كثير منها، وعندنا كمان شغلات مميزات خصوصية فيه لهذا التلفون، مثل ما قلت لكم، الـ Color 7.1 إن شاء الله بنقدر كمان نشوف الـ Android 11 لما ينزل، هلأ هيدا بيوجوده، هلأ صرت لي بس معي عمل ألعب فيه شوية كم يوم، مبسوط كثير كثير فيه، بدي أقضي بعد شوية مدة طويلة معه كمان حتى أقدر أعملكم فيديو ويت زيادة عليه، بس خبروني تحت أقول لي أنتم شو بتكونيين يركز عليه لهذا التلفون، شوية شيء اللي بتكون تطلع عليه مقارنات، هل أنتم بتحبوا تشوفوا مقارنة، بدأ مقارنة بينه وبين الـ OnePlus 8 Pro، زيادة عن اللي عملته اليوم، بس أنا مش سهل نطلع عليه من بره وعلى الشغلات اللي نشوفها، نانيتهم تلفونات كثير منيحة، سعرهم تقريبا قريبا من بعض لما نطلع على الأحسن تلفون من الـ OnePlus 8 Pro، والتلفون اللي إجاء منه لـ Oppo Find X 2، بس فيه فرق شوية، Oppo دائما بيكون سعراً أغلى، بس بيعطوهم شغلات مميزات كثير حلوة، الجلد الموجود، الكاميرا موجودة اللي وراء، المميزات الموجودة بالتلفون، لديك شغلات كثير حلوة، شكراً جزيلاً على كل الناس اللي عملوا اشتراك بالكنال، إن شاء الله بشوفكم في الفيديو جديد، يالله مع السلامة،